وأوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيهتين الشبهة الأولى نقرأ في الكتب ونجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطلة هذه لعبة كما يقال دورا كبيرا في رمي كبير من الشباب في إخراجهم المجلسي ورميهم في إحضان أهل الباطل والبدع فهو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يمين بين الحق والباطل فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيضل والشبهة الثانية لا تكرأه في كتب الردود كتب الردود كتب الردود كتب الردود يعني معناه أن نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي وأهلي ونسمع العشرطاء ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات ونخذ أنفسنا أجل استقلاء استقبال لكل هذه الأشياء لكن لا نتمتد أبصارنا إلى كتب الردود بماذا؟ لأن تفضحهم وتبين مخازيهم وتبصر الشباب بالحق فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود يدعونك إلى قراءة كتب البدع بشبهة أن تقرأه كتب الحق وترك الباطل فتذهب المسكين ضحية للباطل لأنك لا تميز بين الحق والباطل فتر الحق باطلا والباطل حقا وهذا أمر اجتاح به ما لا يحصي عدده إلا الله ممن كان ينتمي إلى المنهج السلفي باركة فهذه من مكايدهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن التصدي للباطل فكتب الردود مكتظة بالعلم ولا تجدون العلم الحي النابض الذي يميز بين الحق والباطل إلا في كتب الردود والقرآن والله يرد على أهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلالة إلا وانتقدها وفندها وبيّن الضلالة والسنة كذلك ومنهج السلف فاركة مليئ كتب العقائد وكتب الجر والتعديل مليئ بالنقد والردود على أهل الباطل لأن الحق والباطل لا يتمايزان إلا بهذا النقد وبهذه الردود فقرأوا كتب ابن ثيمية وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون إن شاء الله بسبيل الله ويناضلون عن دعوة الله ويصدون عن شباب الأمة الفتن ويبين لها طريق الإسلام الصحيح من الطرق الضالة ويكشفون عوار أئمة البدع والضلال فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربة كتب الردود اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم وشمروا عن ساعز الجد في طلب العلم ومما يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كتب الردود فإنها جزء مهم جدا من طلب العلم والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظ من العلم ما حفظ فإنه بارك الله فيك في موقف المتزلزل وقد رأينا كثيرا قد رأينا كثيرا من من يعلم ثم يقع في الظلام ولا تنسوا قصة عبد الرزاق ولا تنسوا قصة البيهق ولا تنسوا قصة أبا ذرن هاروي وهم من كبار العلماء وشبه واحدة تهوي به في أحضان تربينه في أحضان البلع والعياذ بالله عبد الرزاق واحد دونه في العلم يعني ما زال يفسد منه حتى أوقاف التشوء في شيء وأبو ذر من كما سمعها فنعمل البيهق على أحد أمة الأشاعر فوقع في الظلام والبيهق اغترب ببعض أمة الظلام فوقع في الأشعرية وغيرهم وغيرهم وأما بهذا الأصل فلا يعد ولا يحصى ممن كان على السنة إما عالم وإلى الطالبين ثم انحرف كسب الشبه والشبهات والأساليب والفكايد التي يبدل العدى حتى صدوهم عن منهج الله الحق بل جعلوا منهم جنودا لمحاربة المنهج السلفي واحد